أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خلد عبدالغفار وصول إجمالية عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة بداية إلى 24 مليون وتسعمائة وثمانية واربعين ألف وخمسمائة وتسع وعشرين خدمة وخلال الأيام الأربع الماضية استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة سبعة وثلاثون ألف وتسعمائة ووحد واربعون مستفيدة وذلك عبر مائتين وإحدى عشرة خدمة ونشاط كما تم توزيع ثلاثة وأربعين طن لحوم ودواجن وسلعة تموينية وصلت لثلاثة وأربعين ألف أسرة بالإضافة إلى توزيع ثمانين طن سلعة تموينية وأنبيب غاز في مختلف المحافظات